طيب النهاردة المراني الأخير للزمالك النهاردة شهد جلسة خاصة بين بريرا الموديل الفني للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق الجلسة كان فيها حديث عن أهمية المرحلة اللي جاية فيه نادي الزمالك وتحدث أمير لي بريرا وسألوا عن احتياجات الجهاز الفني بشكل عام وتدعمات الفريق في المستقبل وأمير أكد لفريق أن مجلس الإدارة عايز يدعم الفريق بشكل كامل ويدعم الجهاز الفني بشكل كامل خلال الفترة المهمة القادمة وفريق قعد جلسة مع اللاعبين طلب فيها من الجميع أنه يركزوا جدا في مباراة فيوتشار وأكد عليهم أنه كان فيه أخطاء في مباراة سموحة رغم الفوز ورغم الأداء الجاية في الشوت الأول لكن هو حط إيديه على بعض الأخطاء وقال لهم لازم نحلها بسرعة والعيبة كانت طلبت من فرييرا أنهم يخضوا يوم أجازة وفرييرا رافض هذا الأمر وقال لهم أنه ما فيش وقت والأمور مضغوطة جدا ولازم نفضل طول الوقت شغالين عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزين نكمل أخبارنا ولسه عند مباراة الزمالك وفيوتشار المباراة اللي هتقوم يوم الخميس القادم إن شاء الله المباراة هتشهد عودة ثنائي الزمالك إمام عشور ويوسف أسامة نبيه حضركم عارفين إمام عشور كان موقوف بثلاث انذارات ويوسف أسامة نبيه كان عنده إصابة فيه أو بشد فيه العضلة الأمامية وهو تعافى تماما وهيبقى جاهز للمباراة ولاعب واعد جدا لاعب برومسين جدا وهيبقى فايدة كبيرة جدا لنادي الزمالك ومنتخم مصر فيه المستقبل ساعة اللي فاتت كان فيه كلام عن مين الحارس اللي هيكون مع عواد السنة اللي جاي انتوا عارفين محمد أبو جابل خلاص مش مين بقى الحارس هيضم مين نادي الزمالك الفترة اللي جاي آه عنده شباب مميزين ورؤين بس هو برضه عايز بقى الحارس التاني حارس له خبراته أيمن طهر مداري حراس نادي الزمالك رشح لبريرة عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى أمبي رشحه وقال له شوفه وتفرج عليه لو عجبك ممكن إدارة النادي تخش في المفاوضات على ضمه الفترة اللي جاي البلعوطي حتى لو محمود جايد كان بيبقى أساسي دايما في أمبي بس البلعوطي دايما مشاركاته قوية ومهمة وبيقدم أداء مميز دوما مع فريقه أمبي ده بالنسبة لحارس المرمى اللي الزمالك ينوي التعاقد معه في الفترة اللي جاي